عقد الرئيس الكوري يونسو كيول قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية أمس الأحد وقال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى في مؤتمر صحفي إن بايدن قد وجه دعوة إلى يون وكيشيدا لحضور اجتماع ثلاثي آخر في واشنطن وقال المسؤول إنه سيتم تحديد التوقيت قريبا ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى وفي أعقاب بيان مشترك صادر عن أعضاء مجموعة السبع يوم السبت أدانوا فيه إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية وحذروا أيضا من اتخاذ استجابة قوية على الاستفزازات الإضافية من المتوقع أن يكون القادة الثلاثة قد بحثوا وضع إجراءات مضادة متقدمة للتهديد النووي من قبل كوريا الشمالية وكان الرئيس الكوري يونسو كيود ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد وضع باقات من الظهور أمام النصب التذكاري المقام لأكثر من ثلاثين ألف كوري قتلوا في تفجير هيروشيما الذري في عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية وتمت دعوة بعض الضحايا وأحفاد الناجين إلى الحدث التاريخي في حديقة السلام التذكارية في مدينة هيروشيما